إذن مشاهدين نستمر معكم في هذه التغطية على سكاين نيوز عربية أرحب بضيوفي في هذا النقاش من دبي الخبير العسكري والاستراتيجي اليمنية سيد خالد النسي من الناصرة الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية سيدنا الزعبي من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي والخبير في الأمن القومي العميد محمود محدين ومن واشنطن الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات السيد ديفيد درعش أبدأ معك سيد النسي بداية الآن إلى أين ينتقل المشهد في المنطقة أثر ما يحدث الآن من استهداف حوثي بقلب تل أبيب الرد عليه بغارات إسرائيلية تشعل حريق استعراضي كما وصفه المحللون في ميناء الحديدة بالتأكيد سنشهد بالتأكيد تصعيد متبادل ولكن قد يكون بالنسبة للحوثيين بالتأكيد قبل ساعات سنتابعنا الكثير من قياداتهم ولما سيكون هناك أيضا رد حوثي بالتجاهة إسرائيل وسيكون بالتأكيد على صورة مثلا إطلاق صواريخ إطلاق طيران مسير وهذا كل ما يجيدونه لكن في ظل أيضا أن تفوق إسرائيلي فيما يتعلق بالدفاع الجوي لا توقع أن الحوثيين استطيعون الوصول فعلا إلى أهداف حتى لو هم تقريبا رسموا أو حددوا بنك أهداف في قلب إسرائيل لكن لا أتوقع أن يصلون بالمقابل أيضا أن لا أتوقع أن الإسرائيل ستكتفي فقط بالضربة في ميناء الحديدة ولكن قد يكون هناك تصعيد أيضا باتجاه صنعها باتجاهها صعدة وهي معقل الحوثيين فبالتأكيد سيكون هناك قسم تبادل أو هجوم تبادل وبالتأكيد يبدو أنه هكذا السيناريو أنه يقود المنطقة إلى مزيدا من الصراع إلى توسيع رقعة الصراع وهذا ما يريده رعاة الحوثيين ما يريده رعاة الحوثيين منهم هو إدخال المنطقة بشكل عام في صراع ضيفي سيد زعبي الآن تحليلات كثيرة وضيوف أيضا خلال الساعة الماضية قالوا أن هذا الرد قد يكون استعراضي أكثر منه رادع بالنسبة للحوثي أبعد من ذلك أنه لا يرقى حتى إلى درجة حفظ ماء الوجه الإسرائيلي إثرى الخرق الأمني الكبير بوصول مسيرة حوثية إلى قلب تل أبيب هل تتفق مع ذلك؟ المساء الخير أول شيء الرد كان رد قاسي وكان الرد بمثابة إشارة إلى إيران بأن اليد الطولة لإسرائيل تستطيع الوصول إلى كل مكان في العالم نحن نتحدث عن 1700 كيلومتر بعد عن إسرائيل وعن تل أبيب يعني في هذه المسافة يستطيع أيضا جيش الدفاع الإسرائيلي أن يصل إلى مناطق في إيران وإلى طهران نفسها فهذه هي كانت الرسالة من المتفق عليه في إسرائيل أنه سيكون هناك رد فنحن نرى بأن هذه العملية وحدت الحكومة مع المعارضة مع الشارع الإسرائيلي لأن الشارع الإسرائيلي لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي أمام الاعتداءات الحوثية أو أمام الاعتداءات الإيرانية نحن نعرف أن هذه اعتداءات إيرانية كانت في جنوب البلاد في غزة وما زالت مستمرة في شمال البلاد نعرف أن إيران تثير الشغب وتثير الإرهاب في كل الشرق الأوسط وتسعى إلى احتلال الدول العربية والآن إسرائيل تريد أن ترد وتريد أن تنذر إيران فأننا قد وصلنا إلى إيران فتنبهوا بأن المرة القادمة ستكون لربما في طارع ولو أن كثيرون سيختلفون معك أن إيران استهدفت إسرائيل والرد كان خجولا أيضا في أبريل الماضي سأعود إلى هذه النقطة ولكن قبل ساعة العميد اليوم هل بدأ تحقق مكان يحذر منه كثيرون توسع هذا الحريق من نطاق غزة ومناوشات مع شمالي إسرائيل مع حزب الله أو حتى استهدافات متفرقة للملاحة جنوبي البحر الأحمر اليوم هل أصبحنا أمام ترجيح لحرب إقليمية موسعة بين إسرائيل وأذراء إيران بالتأكيد حضرتك كل مؤشرات الحالية تؤدي إلى فكرة توسع دائرة الحرب لأن إسرائيل تحارب على سبع جبهات في الواقع وإسرائيل اليوم إذا كانت تستعرض قواتها الجوية وهي تمتلك هذه القدرات منذ الثمانينيات طائرات الـ F-15 متواجدة عندها حوالي 110 طائرة بإطرازاتها المختلفة منتشرة في سلاسة قواعد جوية ما بين وسط إسرائيل وجنوب إسرائيل العملية كما ساتك أشارت هي عملية أنا أتصور أنها حتى الآن هي عملية استعراضية تحب أن يعني كما أفادت ضيف من إسرائيل بأنها الغرض منها هو مخطبة المجتمع الإسرائيلي والداخل الإسرائيلي وأنا أحب أن أؤكد أن حتى الداخل الإسرائيلي منقسم بسبب هذه العملية أنه عندما استهدفت تل أبيب تم الرد على اليمن وهناك تسعة أشهر من استهداف حزب الله لمناطق الشمال ولم تستطع الجيش الإسرائيلي أو القوات الجوال الإسرائيلية رضع حزب الله بل على العكس من يتحكم في مساحة العمليات الآن هو حزب الله في منطقة الشمال إذن إسرائيل تعاني من مشكلة كبيرة جدا أستاذة السبيح وبات من الواضح أن الجانب الأمريكي خفض من فكرة دعم إسرائيل من النحية الجوستية والعسكرية لأن الاتصال الذي جرى ما بين وزيري الدفاع الإسرائيلي والأمريكي هو كان بمجرد أو بمثابة الإذن السياسي العسكري لتنفيذ عملية بالتنصيق مع القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط بغرض السماح لهذه الطائرات بالمرور فوق البحر الأحمر المتواجد فيه عناصر بحرية أمريكية وبريطانية في حالة عمليات أصلا مع الحوسي إذن العملية تمت بدون رغبة الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان فرض عليها ذلك الجانب الإسرائيلي وهذا من الناحية الإستراتيجية سيكون له تأثير شديد جدا على فكرة التعاون الإسرائيلي الأمريكي في الشرق الأوسط وهذه النقطة دعني أنقلها إلى سيد محمود إلى ضيفي عفوا سيد ديفيد اليوم كيف نفهم هذا الموقف الأمريكي يعني واشنغتون وبريطانيا بالأساس عبر حارس لازدهارهم يستهدفون الحوثي عبر ضربات متفرقة وإن كانت غير رادعة أيضا اليوم لماذا كل التسريبات تقول هذه عملية إسرائيلية خالصة لا شأن لنا بها بحسب ما وصل حتى اللحظة طبعا الأمريكيون والحلفاء لم يقولوا أي شيء وأعتقد أن هذا يعود إلى اعتبارات سياسية داخلية لأن هناك حملة انتخابية ورئيس بايدن يريد أن يصل إلى ولاية ثانية ولذلك تحالف حارس الازدهار ما يزال يعمل وهناك الكثير من الرادارات والمصيرات والسواريخ التي تعمل وهي لا تستهدف البناء التحتية كما فعلت إسرائيل لم تستهدف أقادة الحوثيين وهذا يبدو جليا للعيان وهذا التحالف لديه بنك أهداف قليلة جدا الآن هناك سؤالان ما الذي يمكن فعله من أجل دعي الحوثيين وسؤال الثاني والذي ذكره مسبقا أحد ضيوفكم كيف أن تعاملوا مع هؤلاء في حين أننا نعرف أن هناك من يدعمهم وبالتالي الجميع يعرفوا من هذا الدعم وهو إيران بطبيعة الحال هناك ميليشيات إيران في العراق وفي باقي دول منطقة نعرف أن إيران ستصل إلى فترة تقشف وعوز مالي عند عودة إيران ولذلك قد يكون هناك مشكلة في استمرار تمويلها لهؤلاء الوكلاء وتقديمها الأسلحة وبالتالي هذه لحظات حاسمة سيد خالد ما كلفت ما يقوم به الحوثي الآن من تصعيد توازيا مع نبرة تحدي وتهديد تجاه المملكة السعودية مثلا تجاه المنطقة والآن الجميع يسأل كيف سيرد الحوثي وأين سيرد على إسرائيل أيضا هو الحوثي كعادة طبعا بدأ بالتلميح لدول المنطقة يعني اليوم هناك بعض الأصوات الحوثي تتحدث عن التهامل لبعض الدول العربية على التعديث في المنطقة أنها أيضا سهلت للإسرائيل الوصول إلى استهداف من الحديد وبالتالي هكذا الموجه لهذا الجماعة أنه في الأخير لا يمكن مهما كان مهما كان أنه تراهن أنه مثلا الحوثيين يكونوا ند للإسرائيل أو حتى نتابع الحوثيين من نوفمبر من العام الماضي وهم يتحدثون عن عشرات ومئات لكن هم قالوا اليوم على الإسان المتحدث ومتحدث عفوا بإسرائيل نحن نستعد لحرب طويلة للغاية مع إسرائيل هم يتحدثون عن حرب طويلة من نوفمبر من العام الماضي بعد حركة السابع من أبتوبر في غزة يتحدثون عن استهدافات يومية عن إطلاق الطائرة لكن لم يثبت فعليا بإستثناء الطائرة الذي تم الإعلان عنها قبل يومين أنها فعلا وصلت إلى موعد الماضي في تل أبي فبالتالي هذه الحرب الطويلة سيعلنوا عن المرحلة الخامسة هم علنوا عن المحيط الهندي عن الباب المندب حتى وصل إلى رأس الرقاص طارع اليوم قد ربما يقول لك من مشضحات الحوثيين نحن سنستهدف البحر الأبيض المطور في بعض الموانئ الإسرائيلي من هذه القبول لكن هذه هي الحرب الإسرائيلي هي حبس إعلامي أكثر منها واقع على الأرض اليوم الحوثي هو يريد يريد هذا الصراع لأنه هو اليوم أكثر فرحا من الشارع الإسرائيلي لأنه يريد الصراع ولا يمكن أن يستمر إلا في إطار الصراع في إطار أنه يسوق نفسه أنه يقود معركة عربية معركة إسلامية وفعلا هناك اليوم يخرج من هذه الحرب مستفيد مستفيد في القانب الإعلامي باعتبار أنه يسوق نفسه على هذا القانب وبالتالي الحرب الطويلة التي يعلون عنها هي فقط في هذا القانب وربما نشاهد أيضا بالمقابل عندما أتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي أنه عندما قال النيران المشتعل في ميناء الحديدة ثم شاهدتها في جميع الدول الشرق الأوسط وهذا يعني أنه أيضا رسالة لبقي ذرع إيران وحنا قبل اللحظات طرقت إلى أن إسرائيل استدفت بذة في قنوب لبنان وبالتالي هي هكذا في هذا القطار سيد زابي الرد هو على عدوانية الحوثيين تجاهنا هم من أطلقوا مئات الصواريخ عالنا تجاهنا هم كحماس وحزب الله جزء من محور الشر الإيراني يجب وقف شر إيران وعدوانية إيران هذه كانت كلمات نتنياهو في كلمة مسجلة قبل قليل هل اليوم فقط إسرائيل علمت أن ميناء الحديدة يستخدم لتخزين السلاح الإيراني الذي يستخدم ضدها ويستخدم في المنطقة أولا يعني الكل يعلم بأن اليد هي يد إيران وتذكير هو تذكير إيراني وهو صنوع إيراني ومن قام بالاعتداء وبتخطيط العملية في الجنوب وفي الشمال الآن هي إيران ومن يريد ويسعى إلى احتلال كل الدول العربية هي إيران وهي تكرر ذلك ومن يريد الوصول إلى قنبلة النووية هي إيران ولكن لماذا إسرائيل استهدفت اليوم فهذه قرارات جيش الدفاع الإسرائيلي لجيش الدفاع الإسرائيلي لجعبة من الأهداف وجعبة من الأولويات ومن الغيات وهو يعني يطلق العنان متى يريد وهذه كما قلت كانت إشارة ورد إلى ما جرى في تل أذيب وإشارة إلى إيران بأن إسرائيل تستطيع الوصول إلى كل مكان خاصة وأن نعرف أن ميناء الحديدية هو ليس ميناء سابجا بواسطته يتم تهريب السلاح إلى الشرق الأوسط من إيران بواسطته تم الاعتداء على الدول العربية في الشرق الأوسط وبواسط هذا الميناء وصلت التهريب والأسلحة إلى غزة ووصلنا إلى السابع من أكتوبر أنا أعتقد وأعرف أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي فحرب إسرائيل هي حرب كيانية إسرائيل تدافع عن وجودها في الشرق الأوسط إسرائيل لا تريد التعرض لأحد ولم تتعرض لأحد يوم قبل السابع من أكتوبر لم تكن أي مشكلة لإسرائيل مع الدول العربية كان هذا نقاش آخر سيد زعبي لن ندخل الآن في هذه المسألة لأنه التاريخ لم يبدأ فقط في السابع من أكتوبر صحيح التاريخ لم يبدأ في السابع من أكتوبر ولكن ما حدث في السابع من أكتوبر هو يمثل أحدى المذابح والعار لكل إنسان يعتقد بأنه إنسان ما حدث في السابع من أكتوبر هو وصمة عار لكل إنسان يؤمن بالإنسان فما حدث في السابع من أكتوبر وليس بالشيء العابر سأعود إليك حول هذه النقطة بالتفصيل لأنه حتى مجلس الحرب اليوم ناقش احتمالية توسع الجبهات بناء على هذه الغارات على ميناء الحديدة ولكن قبلا سيد محيد دين تعزيزات أمريكية كبيرة جنوبي البحر الأحمر ضربات بريطانية أمريكية حلفاء واشنكتون يتواجدون عسكريا هناك والحوثي ما زال يمتلك القدرة على استهداف الملاحة الدولية والوصول إلى تل أبيب عبر المسيرات هل فشلت مهمة حارس للزهار بداية بالتأكيد هي فشلت حضرتك لأن الأهداف السياسية المعلنة للعملية هي حماية المجرى الملاحة الدولي وتأمين مرور السفن وهذا لم يحدث حضرتك النقطة الثانية أن التكاليف المادية ظهرت من خلال التقارير التي راشحت من كل من وزارة الدفاع الأمريكية والبريطانية أنها تعاني من تكاليف مالية كبيرة جدا وهذا من الناحية اللوجستية من الناحية الأمنية حضرتك حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها عزل إسرائيل عن هذه المهمة باعتبار أن الحوثي يهدد الملاحة الدولية وأنه ليس علاقة له بما يجري في غزة ولكن اليوم نجح الحوثي في جرجرة إسرائيل للحرب الإقليمية وأن حالة الحرب الآن التي أعلنتها إسرائيل في قطاع غزة هي أصبحت معلنة أيضا على اليمن وإن كان يمثلها الحوثي في هذا الموضوع إذن خروج إسرائيل عن النص الذي رسمته الولايات المتحدة الأمريكية في الإبتعاد تماما عن مواجهة الحوثي باعتباره قوة مارقة وقوة خارجة عن الإجماع الدولي هذا لم يصبح واقع الآن وخرجت إسرائيل وتم جرجرتها إلى الحرب الإقليمية بردها على الحوثي في صورة تلفزيونية الغرض منها رأب الصدع الداخلي في إسرائيل وإن كان أيضا نتنياه لن ينجح في هذا لأنه لا يستطيع أن يواجه مجتمع الشمال الذي يذيقه حزب الله يوميا مرارة الحرب النقطة المهمة حضرتك أيضا أن الحوثي عندما يتحدث على أن الحرب مفتوحة هو يتحدث لأن الآن أصبح لديه نجاح ماء في أن تتصرب طائرة مسيرة تستهدف محيط السفارة الأمريكية أو مكاتبها التنفيذية في شارع بن يهودة في تل أبيب هذه نقطة فارقة في المواجهة أستاذة السبيع وهذا إن دل على شيء يدل على أن هذه التكنولوجيا المرنة التي يتحدث الكثير على أنها إيرانية الجميع ينكر أن الاستلاء على صنعاء بالنسبة للحوثي هو استولى أيضا على المعاهد العسكرية والكليات العسكرية ومراكز البحث العلمي ومراكز ومخازن تطوير الأستحة في الجيش اليمني وكان الجيش اليمني يصنف أنه رابع جيش عربي النقطة الأهم حضرتك في هذا الموضوع أن لا أحد يستطيع أن يقدر حتى الآن حجم مشاركة الحوثي في الحرب القادمة إذا انتشرت الحرب في الإقليم قد تتفاجأي أستاذة تسبيح أن هناك عناصر من الحوثي على الأراضي السورية أو على الأراضي اللبنانية تساهم وتدافع على الأرض مع حزب الله تماما كما حال المحور في كل الجغرافية التي له بها أذرع سأعود إليك حول هذه النقطة ولكن سيد ديفيد فكل عقد هو في طهران ثم في طهران ثم في طهران تصعيد يرتبط بعقوباتكم عليها وقنوات الحوار معها مستمرة ولم تغلق ما الذي يمكن عمله أو هل يوجد شيء يمكن عمله الآن مع إيران لمنع تصعيد أكبر حريق مستمر لأننا نتحدث فقط عن حرب في قطاع غزة فتحجبها مع الحوثي والرد الحوثي قد يكون في أي مكان في المنطقة أعتقد أن إيران تحاول أن تدعي أنها ليست معنية نعرف أن دونالد ترامب قد يصبح رئيسا وسيعود إلى سياسة الدغط الأقصى وداعم ترامب كذلك سيجارونه لم يعود هناك إلا بضعة أشهر وبالتالي الإيرانيون يعرفون أن تنتظرهم أسابيع قليلة فقط قبل أن تسوأ أمورهم ولذلك هي تستعمل وكلاءها ضد إسرائيل أو حتى ضد الدول العربية وتهديدهم وعندما يأتي ترامب إلى السلطة إن حصل ذلك سيجد نفسه في وضع عليه أن يتعامل مع وكلاء إيران وكذلك إيران وبالتالي مع استمرار الانتخابات إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض يمكن أن نتوقع أن يزيد منسوب الأعمال الإيرانية عبر وكلائها مثل حزب الله والحوثيين ومختلف الميليشيات في العراق والتي تستخدمها إيران كلما رقلها ذلك طبعا هذا سيتأثر بالسبب الوضع المالي لإيران وبالتالي عدم قدرتها على توريد الأسلحة إلى هؤلاء الوكلاء ولذلك إذا كان هناك شحن للسواريخ الإيرانية إلى الوكلاء بشكل محدود هذا سينعكس على الوضع في المنطقة أين هو الردع الأمريكي في المنطقة والذي على أساسه تبني اتفاقتها الأمنية أيضا بالأساس المنطقة تقول إنها تدفع اليوم فاتورة الارتباك والتخبط الأمريكي تجاه ملفات المنطقة المنطقة ليس لديها أي تحركات من أجل وضع قواتها تحت القيادة الأمريكية ولذلك ليس هناك أي تحرك عسكري من جانب أمريكا ضد الحوثين بستناء تحالف حارس الازدهار ولذلك أعتقد أنه مع عودة حامل طائرات روزفيلت وهذا أتى بعد تحرك رونالد ريغان قد يكون هناك تصعيد وقد لا يكون وإذا كانت المنطقة تريد أن يكون هناك قيادة أمريكية يجب أن تقبل تداعياتها قبلا أشكر ضيفي من ناصر الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية سيدنا الزعبي على ما تفضل به من إضاحات وأرحب بضيفي من صنعاء الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الكريم الأنسي سينضم إلينا في هذا النقاش خلال هذه التغطية سيد محمود اليوم هل يمكن الحديث عن ثقة في واشنغتون لأن يكون لها قرار عفوا تجاه الحوثي تشرك فيه المنطقة لأن الأمور اختلفت كثيرا خلال الفترة الماضية وحتى ما يحدث الآن من موجهات عسكرية مع الحوثي كل الدول ليست بجزء منها في المنطقة أقصد طبعا سعاد العميد بالتأكيد فاندم نظرة الجمهوريين مختلفة تماما عن الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري هذا ما تلعب عليه إسرائيل أيضا كأحد أهداف عملية اليوم السياسية استنفذ الجيش الإسرائيلي أو الإدارة الإسرائيلية كل طاقات الحزب الجمهوري فيما يتعلق بدعم عملية عسكرية وسعة النطاق سواف قطاع غزة أو الضفة الاربية والضغط على ما يسمى محور المقاومة في المنطقة وهذا ما اتضح خلال المحادثة الهاتفية ما بين وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الدفاع الأمريكي يعني لا يمكن أن نرى أن عملية بهذا الحجم تتم من خلال اتصال تليفوني ولا يهتم بها البيت الأبيض أو حتى نتنياه يسمح يعني ما قصته أكثر سعاد العميد قبل قليل ضيفي سيد ديفيد قال أنه يجب أن رغبة المنطقة في أن تتحرك واشنغتون بشكل أكبر تجاه الحوثي أن تكون جزء من هذه التحركات وتوجد تحفظات ومآخر لدول المنطقة على القرار السياسي الأمريكي هل على وقع هذه التطورات يمكن أن نشهد تغير في المواقف؟ لا يمكن لن يحدث تغير في المواقف أستاذ التسبيح لن يحدث أي تغير في المواقف لأن الحكومة في إسرائيل هي حكومة غير ثابتة وحكومة متطرفة ولا يمكن الوصوق بها نهائيا وهي تخادع أيضا الجانب الأمريكي معلوم تماما للجانب الأمريكي أن إسرائيل بكل طواقفها تدعم الآن الحزب الجمهوري لأنها استنفذت كل طاقات الحزب الديمقراطي ومعلوم تماما أنهم سيدعمون نجاح أي من ترامب ونائبه للعودة إلى الحكم حتى تستطيع إسرائيل فرض أفكار جديدة واستغلال الأفكار الأمريكية الجمهورية المتعلقة بحسم الملفات الأمنية بصورة واضحة وهذا تحدث فيه على سبيل المثال المرشح الرئاسي والرئيس السابق دونالد ترامب دول المنطقة أستاذ التسبيح لن تتغير أبدا وجهة نظرها في هذه الحرب لأن هذه الحرب هي من بتأتها إسرائيل وكان هناك أخطاء استراتيجية إسرائيلية كدولة في عملية إدارة أزمة 7 أكتوبر لم يكن من الضروري اقتحام قطاع غزة وهدم المباني وقتل وتشريد الآلاف بل الملايين كل هذا ليس بمنأة عن الشعوب العربية وما تراه ومن المؤكد تماما أن هذا أيضا سيراعيه الحكام العرب والرؤساء العرب أن إسرائيل لم تعد إسرائيل التي بشر بها بايدن في أنه سيتم إدماجه في الشرق الأوسط هذا خلاف كبير جدا وأتصور أن ملف الشرق الأوسط أصعب من الملف الروسي على الإدارة الأمريكية القادمة لأن الملف الروسي والأوكراني يستطيع الرئيس القادم حله أو الجمهوري ترامب ولكن أزمة الشرق الأوسط لا يمكن حلها بهذه الطريقة بأن السادع قوة الإقليم المعتدلة السنية وخلق حرب طائفية ما بين الشيعة والسنة تقود فيها إسرائيل المجتمع السني أو المعاصر السني إسرائيل أقل من هذا بكثير ومن يتوقع أن إسرائيل قوية إسرائيل اليوم أثبتت أنها ليست قوية وأنها ستحارب على سبع جبهات هو من النحية الاستراتيجية يبقى السؤال على الرهانات الإسرائيلية القادمة خاصة عن التوقيت حساس للغاية في واشنطن مع الانشغال بالانتخابات الأمريكية أشرك معنا في هذا النقاش الآن من صنعاء ضيف الكاتب والباحث السياسية سيد عبد الكريم الأنسي سيد عبد الكريم لك تعليق بتأكيد على كل هذه التطورات الآن ولماذا في هذه المرحلة الحوثي يصعد تجاه إسرائيل بالمسيرات في قلب تل أبيب لأن البعض يقول الحوثي يعاني من عدم توازن في الداخل اليمني هذه الأيام ويبحث عن الحلول عبر التصعيد في الخارج أسعاد خير كثابيح وظيفك الكريم ومشاهديني بالتأكيد هذا غير صحيح لم تمر فترة في تاريخ صنعاء وقيادتها مثل هذا التماسط الذي هو حاليا وهذا ما تشهده ويشهده العالم من التوفيضات في كل جمعا من الشعب للقيادة بالنسبة لهذا التوقيت لتل أبيب بالتأكيد منذ اليوم الأول وضعت كل السيناريوهات لاستهداف السفر الإسرائيلية وفي الحسبان من يومها أنه سيكون هناك حرب مباشرة مع تل أبيب وبدأت بصواريخ اللامر الرشناش في البداية كانت الكرة وثم تعترفتها بالتأكيد لن يتم فصل القضية الفلسطينية نهائيا عن القضية اليمنية حتى آخر لحظة سواء من القيادة أو من الشعب وبالتالي إسرائيل فتحت على نفسها أو قررت على شعبها أن لا يعيش منذ اليوم إلا في ملاقع أو في مطارات وصفارات لنفسها تشتغل باستمرار العدل كانت الطائرة التي اخترقت القبة الحديدية ومقلع داود نتيجة تعاون مشترك ما بين دول المحور وما بين التكنيك لقواتنا المسلحة بالتالي أصبحت كل الأهداف المدنية والعسكرية لإسرائيل لقواتنا المسلحة هدف دون سقف سيتم التبادل كما قال السيد البنك في البنك والميناء في الميناء هذا لم يكن بس للسعودية فقط وإنما لأي دولة ستتاعد يعني هو بالأساس لماذا التصعيد الكلابي هذا وتصعيد الخطاب خلال الأيام القديمة هذا يعود بنا لما قلته لك قبل قليل الأزمات المرتبطة بالداخل مسألة إيقاف التعاملات مع بنوك صنعاء كل هذا خلق مواقف تصعيدية خطابيا وعلى صعيد التحركات العسكرية أيضا بالنسبة للحوثي كما تقول القراءات لا 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 غير صحيح دخولنا في حرب مباشرة مع إسرائيل هذا أمر استراتيجي كبير جدا وله عدته وله خطته وله استراتيجيته منذ أكثر من عشرات السنين بالنسبة لقرارات البنك وهذه أشياء بسيطة جدا ليست بهذه الأعمال هي مش أشياء بسيطة سيد عبد الكريم هي محور الخطابات الأخيرة لسعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ما بيننا وما بين السعودية وكان هو ناصح للسعودية بألا تتورط بهذا ما زالت الآن التحقيقات جارية من أين الطائرات انطلقت أين مساراتها ما هي الأقوال التي سمحت هل كانت من البوارق البحرية الأمريكية أو من أي دول أخرى هذا كله يدرس ويناقش على أعلى مستوى من التكنولوجيا والتقنية وسيتم التعامل به هذا تسابيح نحن نعلم تماما ونثق بالقيادة أن كل ما تقوم به بناء على قرارات استراتيجية ودراسة وهي فعلا تصيب أكثر الكيانة الصهيوني قرار استراتيجي من أين قرار استراتيجي يأتي من أين يأتي من وزير الدفاع استقابة للقاعد عبد الملك الحوثي الذي فوضه الشعب اليمني إذا كان القصد من السؤال هو التعاون مع إيران يا ستي نعم لا يعني ما ممكن يتقطع الصوت بهذه الإجابة يعني أعد لنا الإجابة قلت إن كان المقصود إيران فنعم القرار هو اليوم قرار يأتي من تهران إذا كان القضل من السؤالك هو في فرق ما بين أن يأتي قرار بتوقيه مباشرة وفي فرق ما بين تعاون يا سيدتي يعني نسأل في هذا السؤال 20 مرة في اليوم وبينما إسرائيل تستعين بكل القوى الغربية نحن بيننا تعاون بيننا وبين دول المحور ولكن القرار يأتي من السيد القاعد وينفذله قاعد القوات الوزير الدفاع باستجابة لمطالب الشعب خلي سيد خالد يرد على هذه النقاط سيد خالد نسي تفضل لك بالرد على هذه النقاط التي تطرق إليها بأن هذه حرب مفتوحة مع إسرائيل لا علاقة لها بالأزمات الداخلية لا علاقة لها بأي قرارات خارج اليمن اليمن لا ترتبط بطهران بل ما يحدث مع إيران هو في إطار التعاون فقط والآن التحركات بناء على توجيه من عبد الملك الحوثي فقط لا جديدة سيدة السابيحية من بمن الأكاذيب التي نسمعها للنهار من هذه الجماعة بالله بمطلق أريد أسأل هذا ضيمكي قبل أن يتحدث عن نصرة أبناء قززة وغيرهم وغيرهم لماذا هذه الجماعة وهي سلطة الأمر الواقع في 14 محافظة يمنيين لماذا لا تقوم بواقبها أولا تجاه اليمنيين الذين خاضعين سيطرتها هي لا تقوم بواقبها في إيقاف خدمات أو لم تصرف مرتب من دون سيطرت على هذه المناطق هناك مجاعة هناك فقر حتى أنها دمرت العملية التعليمية وجاءت بمناهج إيرانية فرضتها وعملت المقيمات الصيفية هناك اضطهاد عندما يتحدث عن أن الناس خرجوا للساحات لتفويض عبد الملك الحوثي وحنا نعلم نحن أيضا لنا علاقات هناك وعندنا التفاصيل هي إخراج الناس بإكباريا هناك مساومة على الناس على فتاة يعطون من الضمن الذي تحصل عليه هذه الجماعة من المواد الغذائية من المواد الغذائية هي تساوم الناس أنه أخرج مقابل سلة غذائية مقابل الناس في مجاعة بالتأكيد ستغرق ولكن نحن نقولها أنه أكثر من 95 يمكن أكثر من هذه النسبة في هذه المناطق الرافضية لهذه الجماعة هذه الجماعة لا تتحدث عن اليمنيين على الإطلاق هذه الجماعة عندما يتحدث عن تنسير مع إيران لا هو مرتين بشكل عام لإيران إيران فقط أوقدت لها أذرع في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي الأرق لا تقوم أيضا بمغامرتها وإرهابها بحيث أن شعوب هذه الدول هي التي تدفع مغامرة إيران بعيدا عن الشعب الإيراني لكن حقيقة هم عبارة عن جنبي هو عبارة عن أداة لا يتحرك من إلا أوف تعالوا هنا نعلم أيضا أنه هناك على أبو اليمن على المناطق التي يسيطر على الحسين هناك تواقت وتواقت وتأديدا في صادة وفي حجة وفي الحديدة يعني عناصر من حزب الله ومن الحرس التوري هم الذين يديرون هذه الجماعة أسكرية هذه الجماعة لا يمكن أن تدير هذه المعركة أو تديرها سواء أسكرية أو علامية أو غيرها ولكن عبارة عن أداة وبالتالي لا يعطي نفسها أكثر من حجبها لأنه نعلم عبارة عن أداة يغامر وفعلا يسيطر على هذه المناطق وغامر بها فبالتالي لا يتحدث عن الناس اللي يخرجوا وحنا نعلم باليبنين اليبنين خارجوا مع علي عبدالله الصالح بالملايين وفي الأخير قتل منفرد خارجوا مع عبدالرب المسور هادي وفي الأخير حاصلوا الحوثين لنفسه وبالتالي الرهان على ناس تخرج بإجبارين هذا ليس مغياس وبالتالي إنتم جميعا عرهابية أخذتم البلاد إلى الهاوية هذا لا يمكن أنك تأتي تتحدث سيد عبدالكريم ترغب برد باختصار قبل أن أنتقل بالنقاش الوضيفي سيد دافد سيد عبدالكريم سأعود إليك ولكن قبلا سيد نفس المساحة يا سيد أكون هذا ولكن هذا خارج غير طبيعي ولا أريد أن ندخل فيه ردود وكلام كثير صلحة الآن تتقن تعليم الرقمي عن البعض طيب على كل حال يبدو أنه نواجه إشكال تقلي في الاستماع عليك بوضوح يقول أنه نخرجون بالك وأنا أتحدى وأتحدى أي مكون من الرئاة أن يجمع خلسنئة شخص أن يجمع خلسنئة شخص يعني كلام باضي عادا عادا تعقب بكارثة بكارثة يعني ضيفي يقول لك تتحدث عن التعليم عن بعض والآن الاتصال يتقطع في هذا المباشر لماذا يا سيد النت القطع على مستوى العالم صنعاء تعيش أفضل مدن اليمن الآن هذا يتكلم عن ماذا أنا أدعو شاشتكم لنزول في شوارع صنعاء والنزول لشوارع عدا وعبيا ولعق بلا كلام فاضي طيب لننتقل بهذا الحوار إلى نقطة متقدمة وضح ما تذهب إليه بحديثك سيد عبد الكريم سيد ديفيد قبل أسابيع كان هناك مطالب أوروبية بضرورة تعزيز الوجود العسكري جنوبي البحر الأحمر تحدثت تقارير عن إرهاق يقال إن القوى الغربية العاملة بالبحر الأحمر أيضا تتعرض له عدا عن تلويح حتى العاملين بأيزن هاور بأنهم قد لا يجددون عقودهم كل هذا كيف سينعكس على القادم من التحركات الأمريكية والتقدير صحيح هذه المرة لحجم قدرات الحوثي وما يمكن أن يقوم به الأمريكيون وحلفاؤهم اختاروا أن يجعلوا هجماتهم محدودة في اليمن ولذلك عندما سيوقفون عملياتهم لن يكون لذلك أثار كبيرة على الحوثي بالنسبة لحملة طائرات أيزن هاور مددت مهمتها أما حاملة رونالد ريغان فهي ستذهب إلى محطة في المنطقة وإذا قرر استخدامها يمكن أن تستخدم لتنفيذ هجمات محددة على سبيل المثال البنية المتحدة الأمريكية ستحجم عن القيام بأي هجوم بالصواريخ وما إلى ذلك النقاش في واشنطن هو ما إذا كانت هذه هجمات فعالة والاستنتاج كما قيل هو أنه حتى يكون هناك ردع حقيقي على هجمات الحوثيين التي تقوم باستهداف المدنيين ليس فقط الإسرائيليين وإنما هناك هجمات على السفن المدنية الذي يجب فعله استهداف قادتهم وبنيتهم التحتية والولايات المتحدة الأمريكية غير رغبة إلى الآن في فعل هذا لذلك أعتقد أن هذا سؤال مفتوح في الوقت الحالي الحوثيون سيواصلون نهجهم والعمل في المنطقة التي يسيطرون عليها في حين سيبقى تأثيرهم قليل على تلك المناطق التي لا يسيطرون عليها ولذلك هم سيستمرون في هذا النهج سيد محمود تحدثنا قبل قليل عن ما يتعلق بالإجراءات الأمريكية تجاه الحوثي خلال السنوات الأخيرة حتى دونالد ترامب نعم وضعهم على قوام الإرهاب ولكن للألمان التاريخية أيضا قام بذلك كما قلنا خلال الأسابيع الأخيرة من عمر إدارته بالتالي من مصلحة من استمرار الوجود الحوثي المزعزع في خاصرة المنطقة بالجغرافية مهمة وحساسة للغاية لأنه حتى اللحظة يبدو أنه لم يتخذ قرار بإنهاء قدرات الحوثي في هذه المنطقة ده سؤال مهم جدا وسؤال وقعي كمان فيما يتعلق بالأحداث ولكن بقراءة الأحداث خلال الفترات الماضية نجد أن اعتبارا من عام 2005 في آخر فترات رئيل شارون هو رئيس الحكومة بدأت إسرائيل تنفذ إلى فكرة مخطط الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط وأصبحت مصالح إسرائيل الضيقة فيما يتعلق بحجم وقدرات الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت لها الأولوية في الشرق الأوسط تبقى للمخطط الاستراتيجي الأمريكي لذلك حضرتك هنجد أن ترك منطقة رخوة في منطقة جنوب البحر الأحمر والبحر العربي في منطقة اليمن وعدم حسم ملف اللحمة الداخلية اليمنية إما بالسلم أو إما بالحرب هذا كان قرارا أمريكيا وكان تراجعا أمريكيا وأنا أستغرب من الضيف الأمريكي عندما يتحدث عن دول المنطقة وأن عندما قامت عصفة الحزم عندما قامت عصفة الحزم كان الهدف منها والغرض منها هو إما أن نكون من خلال المفاوضات دولة واحدة موحدة اسمها اليمن أو أن نحسم الأمور من الناحية العسكرية وجدنا أن الجانب الأمريكي وحلفائه استطاعوا أن يضغطوا على الجانب العربي ومنعوا الجيش اليمن الوطني من إنهاء هذا الموضوع إذن التردد الأمريكي حضرته وعدم وجود رؤية أمريكية حقيقية في الشرق الأوسط هي السبب الفن ضيفي من القاهرة الخبير العسكري والستراتيجي والخبير في الأمن القومي العميد محمود محيد دين شكرا جزيلا لك أشكر أيضا ضيفي من دبي الخبير العسكري والستراتيجي اليمني أسيد خالد نسي ومن صنعاء السيد عبد الكريم الأنسي ومن واشنغتون الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات أسيد دافت ديرو شكرا جزيلا لكم جميعا